اشتركوا في القناة لمخالط أحد المصابين في منطقة الخناصر من محافظة المفرق وبالتالي يصبح العدد الكل للإصابات منذ بدء جائحة 540 حالة كذلك سجل حالتين شفاء مستشفى الأمير حمزة وبالتالي يصبح مجموعة منهم في المستشفى تحت العلاج 93 مريض كذلك أجري ما يقارب 4500 فحص نوعي وموجه هذا اليوم وبالتالي يصبح مجموعة العينات المخبرية التراكمي 115 526 فحص أما رسالتي اليوم فهي لأبنائي وبناتي كوادر الجهات الطبية الجيش الأبيض الذي يعمل ليل نهار ويدا بيد مع قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية هذا الوطن ترفع لكم القبعات الله يعطيكم العافية ونحن معا لحماية الوطن حماكم الله وحمى الوطن وقائده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقد اليوم مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استمع خلالها إلى إجاز من معالي وزير الداخلية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسريع إنشاء مواقع الحجر الصحي لسائقي الشاحنات على حدود العمري وكذلك إجراءات لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة باك تو باك يأتي ذلك في ضوء الزيارة الميدانية التي أجراها الفريق الحكومي المختص صباح اليوم إلى حدود العمري للوقوف على هذه الإجراءات وتسريع إنجازها في أقرب وقت ممكن كما وافق مجلس الوزراء على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية الذي أعده ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وسيتم تعميمه على جميع الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتهيئة الموظفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك وذلك أيضا تأتي هذه الإجراءات ضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين سواء من مواقع الخدمة أو عن بعد وسنقوم بنشر تفاصيل هذا الدليل عبر المنصات الإعلامية لرئاسة الوزراء ووسائل الإعلام المختلفة بشأن الاستفسارات التي تردنا حول إجراءات التعامل خلال عطلة عيد الفطر السعيد أود التأكيد بأنها ما زالت تخضع للتقييم وسنقوم بمتابعة الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة وفي ضوء التطورات سنتخذ القرار المناسب حماكم الله وحمى صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعا نحن في خدمتكم دائما ونجاحنا بالتزامكم مشكرا